في هذا الفيديو سنشرح طريقة تحميل PUBG Mobile للكمبيوتر على أسرع وأفضل نسخة لمحاكي GameLoop السلام عليكم و شو باقي و أحاكم إن شاء الله من تكونوا بألف خير معكم أخوكم و محمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع المجتمعات الخير سيكون عن تحميل أفضل نسخة لمحاكي GameLoop الذي سنتبت عليه PUBG Mobile لتشغيلها على الكمبيوتر في كل مقاطعي الماضية التي نزلتها عن تسريع وأفضل إعدادات محاكي GameLoop كثير ينطلب مني أنه شو النسخة اللي بتستخدمها يا أحمد عشان بيشوفون نسخة مختلفة شوية عن محاكي أيقونة محاكي GameLoop و كثير منكم طلب مني هاي النسخة بصراحة أنا بستخدم محاكي GameLoop من نزوله تقريبا يعني تقريبا أكثر من 3 أو 4 سنوات المهم وأسرع وأفضل نسخة استقريت عليها حتى قبل ما أغير جهازي الكمبيوتر هاي النسخة اللي رح أشارك معاكم اليوم يا إخوان نسخة ممتازة جدا و رائعة بصراحة اللي رح تسوه حتى لو كنت متبت محاكي GameLoop بتقدر تشيل المحاكي في وصفه الفيديو رح تلاقي كمان الطريقة الصحيحة عشان تشيل المحاكي من جذوره تشيل المحاكي وتبت هاي النسخة سريعة جدا و ممتازة جدا بصراحة ولو أول مرة بدك تتبت هاي النسخة تابع معايا هذا الفيديو رح أشرح بالتفصيل كيف تتبت عليه لعبة PUBG Mobile و رح ندبط كمان بعض الأعادات البسيطة عشان تحصل على أسرع وأفضل أداء للعبة PUBG Mobile قبل نبدأ جماعة الخير زين بشوفون قدامكم على الصورة أكثر نسبة مشاهدين قناتنا مش مشتركة في قناة يعني بيش هدوا المقاطع بس و بيرحول فبعد ما نشارك في قناة هاي القناة رح تلاقي فيها كل شيء بخص محاكي GameLoop تسريع الألعاب تسريع الويندوز و حلول لمشاكل الكمبيوتر والويندوز لايكات هذا الفيديو عشان ينتشر يوصل لأكبر عدد من الناس أولا في وصل الفيديو في أول تعليق رح تنزل للأسفل وتلاقي هاي التدوينة تنزل لتحت تحميل أفضل محاكي GameLoop المحاكي هذي يا إخوان تقريبا لأكثر من سنتين تقريبا باستخدم هذا المحاكي ممتاز جدا هاي النسخة يعني هو محاكي رسمي من GameLoop نحمله من موقع UpToDown الموقع الشهير عندنا هون عدد بيعد بعد التواني نستنى هون التواني بسيطة عشان نروح نحمل المحاكي نضغط هون على الرابط جاهز رح ياخدنا الموقع UpToDown الموقع الشهير يخوان نضغط هون على Download Free بالشكل هالي جماعة بعدها نختار مكان ظهور المحاكي ونضغط على Start ورح نضغط على Open بالشكل هالي يخوان نزل هاي هون تقدر تختار المكان اللي بدك يتبت عليها المحاكي كمثال أنا عندي SSD يخوان هذا قرص C 237 جيكا بايت SSD لو عندك SSD اختار المحاكي على SSD عشان يصير فتح المحاكي والدخول للألعاب يكون عندك أسرع بالنسبة للمحاكي رح اخليه على C Program Files ما رح اغير هذا المسار اضغط على Install بالشكل هاد يخوان تقدر من هون تغير اللغة تخليها عربية لكن بفضل انك تخليها انجليزية رح يبدأ يحمل بعض الملفات هون انت رح تعطيه شوية وقت حتى يكمل اكي اخوان بعد ما يخلص نخلي علامة الصح على هذا الخيار ونضغط على Start بالشكل هاد لعشان يفتح معانا المحاكي كما قلت لكم هيها ايقونة المحاكي ظاهرة معاكم هون على سطح المكتب Game Loop Downloader نستنى بعض التواني حتى يخلص تثبيت المحاكي بشكل كامل صراحة محاكي ممتاز جدا للأمانة سلس بالنسبة للاستخدام يشتغل بشكل ممتاز جدا على الأجهزة الضعيفة رح ندور هاسا على لعبة PUBG Mobile اخوان نيجي هون على المكان هادا ونيجي على PUBG Mobile نضغط على Install في المكان هاتيقدر تثبيت اي لعبة Free Fire Call of Duty اي لعبة كيفما كان نوحا رح نيجي لهذا المكان عشان نراقب تحميل لعبة PUBG Mobile زي ما تشوفون 1.84 هو الحجم الكلي لعبة PUBG نستنى بعض التواني حتى يتم او دقائق على حسب كل واحد وسرعة النت عنده لحد ما يتم تثبيت اللعبة بشكل كامل Installing Engine رح يحمل ال Engine وجميع ملفات اللعبة اوكي اخوان زي ما تشوفون بعد ما يتم تثبيت اللعبة رح تظهر بهذا الشكل نضغط عليها ضغطة بالشكل هذا على PUBG Mobile نضغط هون على اوكي هون بيقولك تختار Resolution الخاصة بجهازك على حسب كل جهازه هو لو عندك كرت شاشة داخلي او كرت الشاشة حتى لو كان خارجي بس واحد جيجا يفضل انك تخليه على 720 بي عندك كرت شاشة مثلا زي ما بيقولك هون GTX 660 فما فوق تختار هذا الخيار وتضغط على Save بالشكل هذا نقوله Restart Later ورح نسكر المحاكي بهذا الشكل يخوان نسكر المحاكي نسكر كمان High وهسا تبتنا لعبة PUBG Mobile ضل بس بعد الروتوشات البسيطة نضغط على هذا الخيار يخوان Setting وبالنسبة لهي الاعدادات سهلة جدا وبسيطة الخيار الاول بيقولك انه لو بتشغل جهازك يشتغل المحاكي مباشرة انا بشيل عنه علامة الصح خلي علامة الصح على High Advanced Watermark عشان لما تشغل الجهاز ما بديش ان المحاكي يشتغل راح اروح اشغله لما بدي ادخل الالعب بالنسبة لهي الخيارات بسلاحة ما بشوف انها كتير يعني كتير بتفرق بالنسبة للأداء ولكن رح نحاول نضبطها على الشكل الصحيحة بالنسبة لخيار OPGL Plus ولا DirectX Plus بالنسبة لجهازك يستحسن خليها Auto والمحاكي راح يختار الخيار الانسب لجهازك سيبك من كل الحاكي الفاضي الا لو عندك كارت شاشة Over قوي كتير تقدر خليها DirectX Plus لكن يستحسن خليها Auto بالنسبة لهي الخيارات للأجهزة القوية كتير رح تفعل كل هذا باستناء هذا الخيار زي ما بسوي انا لكن للأجهزة المتوسطة ولا ضعيفة وخصوصا لو كارت الشاشة عندك داخلي ما عندك كارت شاشة خارجي شيل على متصع على هذا الخيار وفعل هذول الخيارات وفعل كمان Enable Vertical Sync بالنسبة للأجهزة الضعيفة اللي ما بتدعم اكتر من 60 frame زي ما اكتلكم انا عشان جهازي بيدعم رح افعل جميع الخيارات باستناء هذا الخيار لكن للأجهزة الضعيفة فعل هذا وهذا شيل على متصع عن هذا الخيار لو ما عندك كارت شاشة خارجي وفعل هذا وفعل هذا الخيار بس لا تفعل هذول الاثنين اوكي بعدها Anti-Aliasing سيبه Off لا تخليه Ultra أو Balanced تخليك على Off الميموري هون رح تشوف على حسب رح نيجي هون على Task Manager ونشوف الجهاز اللي عندنا شو بيدعم مثلا CPU او ولا الميموري انا عندي مثلا 16 جيجا بايت فرا حاجي هون واحط يعني 8 جيجا بايت دون ما اسأل لكن على حسب عندك 4 جيجا تحط 2 2000 عندك 8 جيجا حط 4 على حسب دايما نحط النص عشان تعطي للمحاكية نص الرامات ونص الرامات الباقية تضل للنظام والسيستيم عشان ما يصير عندك تشنجات في النظام زي ما قلت لكم انا عندي 16 رح احط 8 البروسيسور والانوية دون ما تسأل خليك على 4 حتى لو يعني لو جهازك يدعم 4 انوية خليك على 4 جهازك يدعم نواتين لو تيجي على Task Manager مرة ثانية CPU هون الكورز هون رح تلاقي الكورز هون 6 كورز يعني 6 انوية فرح تحطها على حسب 4 او 8 انا بصراحة بحط اعلى رقم حتى لو يعني عندي بس ستة بحط 8 لكن زي ما قلت لكم لو عندك 4 رح تحط 4 عندك 2 احط 2 حط اعلى رقم عندك حط لكن المحاكية يستحسن تحط 4 فانا رح احط 8 عشان جهازي بيدعم بالنسبة للرزوليشن يستحسن للاجي زر ضعيفة كتير زي ما قلت لكم بدون كارت شاشة او الكارت الخاص بك 1 جيجا بايت يستحسن تخليها 1366 على 768 بس يبقى الخيار الافضل هو نفس الريزوليشن شاشتك تيجي على سطح المكتب تضغط هون كليك يمين يعني ديس بلاي ستنك على هذا الخيار وبعدها رح تدور على الريزوليشن الخاص بشاشتك رح تلاقي في هذا المكان ديس بلاي ريزوليشن انا عندي 1680 على 1050 خيار الريكموندد لتلاقي قدامه الريكموندد 1680 في 1050 يعني هذا هو الرقم اللي رح احطه 1680 على 1050 بالنسبة للسكرين دي باي خليها على 240 هون رح تختار المايكروفون يعني السماعات والمايكروفون الموديل في بيقولك يعني تحط الكوموند موديل هون وتحط ايزي سروب تو ما بشوف انه كتير بيفرق انا بخليه يعني كوستيمايز بالشكل هذا الجيم زي ما قلتلكم 720 بي لو عندك الكارت الداخلي او كارتك بس واحد جيجا بايت كارت ضعيف شوية خليك على 720 اس دي انا كارتي 1050 تاي اكتر واعلى من جيتي اكس 660 فبحط الالف وثمانين الجرافيكس كواليتي خليك على سموت لا تحطها بلانسد ولا ايش دي سموت لو جهازك ضعيف لو جهازك حتى متوسط خليك على سموت اف بي اس خليك على ديفولت الاكاونت هاي ما بشوف انه فيها اشي كبير بالنسبة يا اخوان لكيف تحسن من اداء المحاكيات محاكيات الاندرويد مو بس جيم لوب وتحصل على اقصى اداء للمحاكي عشان المحاكي بيعتمد بشكل اكبر على المعالج يا اخوان مو على الرمات ومو على كارت الشاشة على المعالج عشان اهم نقطة في المحاكيات اهم مشكلة واكتر مشكلة بيعاني منها اغلب المستخدمين هي اللاق والتقطيع وهبوط الفريمات لما تكون تلعب لما تكون بتبوشي ب او لما بتنزل في منطقة يعني حامية فيها كتير ناس بيلقلق عندك المحاكي واللعبة هاي المشكلة هذا الفيديو رح يساعدك انك تتخلص منها بشكل جدا كبير الفيديو هذا رح تلاقوه على القناة رح تلاقوه في وصف الفيديو مهم جدا تشوفون هذا الفيديو للاخر وطبقوا هذا الشرح وانا متأكد متأكد رح تستفادوا منه بشكل جدا كبير يا اخوان هسا رح نحاول انه ندخل للعبة عشان نوريكم بعض الاعدادات البسيطة اللي حسويها جوى اللعبة طبعا اخوان ت اضغط بس ضغط على اللعبة عشان نشغلها باقي الاعدادات هاي ما بشوف انه كتير مهمة رح تضغط بس على اللعبة وتخليها تكمل باقي اعدادات التتبيت عشان تشتغل معاك زي ما اكتلكم ندخل جوى اللعبة ونضبط بعض الاعدادات عندنا هذا الخيار يا اخوان كليك تو اكسليريت الخيار هذا مهم جدا زي ما اكتلكم لما مثلا نيجي نضغط عليه هو بيسوي كلين للكاش وبيسوي كلين لملفات اللعبة هون زي ما تشوفون يا اخوان الميموري 1447 ميجا بايت تم تنظيفها من الكاش الخ خاصة بالمحاكي رح نيجي في خطوة مهمة جدا اخوان ننصحكم دايما نتساوها نيجي هون على ورح ندور على المكان اللي تبتنا عليها المحاكي كمثال انا على هون مش موجود عندي تي اكس جيم اسستنت رح نيجي على هون وينو يا اخوان تي اكس جيم اسستنت هايو رح ندخل للفولدر ندخل للفولدر اليو اي ورح ننزل للأسفل يا اخوان على ملف شيدر كاش هذا الملف رح نيجي لهذا الملف يعني لا تغير اسمه او اي شيء تيجي ترسي ترسلو لسطح المكتب تعملو ارسال ديسكتوب وعشان كل مرة تيجي وقبل ما تدخل للعبة رح تدخل للفولدر وتحدف كل هاي الملفات الموجودة هون كل الملفات الموجودة جوه الفولدر تسوي لهدي الليد ملفات الشيدر كاش ضروري جدا انك تحدفها نيجي هون مثلا على الديس بلاي ستنج كمان ورح ننزل الخيارات جرافيكس ستنج يخوان جرافيكس ستنج في الاسفل ورح نيجي نضيف المحاكي بالشكل هذا لو ظهرت معك ايقونة زرقة هون فعلها ونيجي على براوز خيار براوز ونضيف المحاكي يخوان زي ما تشوفون رح تضيف ايقونة جيملوك هاي يخوان بالشكل هذا اهد نضيفها لهذا المكان هون هذا خيار نختار هاي ترفورمس بالنسبة لكارت الشاشة سيف هذا الخيار مهم جدا بالنسبة للمحاكي يخوان بيحسن بشكل كبير من اداء المحاكي بعد ما ندخل لللعبة زي ما قلت لكم يخوان هون بعد الاعدادات البسيطة اللي المفروض لنكتعدلها رح نروح هون على الاعدادات بالشكل هذا اول خيارات يعني الاحساب او عناصر التح معكم طبعا هاي الخيارات بتضل راجع اليك لكن رح نروح على عناصر التحكم المتقدمة ننزل الاسفل هون يخوان عندنا يجرع التسجيل عطل هذول الخيارين لحالات البارزة واعادة عرض مقطع التصفية هاي بيوريك يعني لما بتموت يموت لللاعب عندك بيعاود يوريك اللقطة كيف موتت وكيف يعني بلعت حبيب والله يعني زي ما بتقول انه بيسجل يعمل ريكورد فهاي الشغلات بتسوي اكيد لاجو تقطيع عندك من نسبة لاعدادات الجرافيك والرسومات للاجهزة ورجح دعيفة كتير يا إخوان القتال رح تخليها على ثالسة تخليك على الاربعين فريم او الستين فريم هون تلاتين فريم لو خليتها هون اعتقد اربعين او خمسين فريم وهون 60 فريم تقدر تخليها ستين فريم مافي مشكلة اخليك هون على ملون هون رح تخليها اغلاق وهون بنسبة للسطوع البراييتنس زي ما تعريفوني أخوان كل مكان البرايتنس اعلى رح يستاهلك من البطارية ويستاهلك من موارد الجهاز فما تقدر تخليع على تمانين توطيع اعلى شي disparities teorию يعني ادنى شي وهون تخليك على تعطيل طبعاً الدلال دايماً أعطلها نضغط على موافق نفس الشيء بالنسبة لساحة الانتظار سلس وقوي ملون وهون وطي كل شيء وحطها على هاي الخيارات وراح تتخلص من مشكلة اللاج والتقطيع بالنسبة للصوت تقدر تخليها عالي أو منخفض المؤثرات الصوتية وهاي الشغلات على حسب انت وذوقك يعني تقدر تخليها كيف ما بدك ما في مشكلة نمشوفهم قدامكم يا إخوان بالنسبة للفريمات وانت واخدوني أخوان على الام عشان في كتير شغلات مشين ضبطها على الماوس الدي بي اي وكتير شغلات من ضبطها على الولا اول قصة لأحضر الدي بي اي لا اشتركوا في الوصف اشتركوا في الوصف جيداً! جيداً! موت! 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 دعنا! اذهب لنذهب المساعدة الثلاثة للمساعدة لا تقلق قتل! تساعدني! أفضل! تساعدني! تساعدني! جيد! لا تساعدني! 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 لا لا! لدي أساعدني! تساعدني! تساعدني! جيد! أفضل! تساعدني! جيد! تساعدني! لا تساعدني! 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 لا تساعدني! جيد! تقنقى تقتل! المترجم الثاني يذهب إلى مجرد مجرد المترجم الثاني للمترجم الثاني انظروا المترجم الثاني النتابة ما في مشاكل او دروب فريم بس سوو الخطوات زي ما قلت لكم تسوها خصوصا للاجهزة الأضعيفة لو حصلت بس خمسين او ستين فريم تابة ما في أي لاغ وتقطيع فهذا الشيء كويس كتير بصراحة دم اقدركم يا أخوان لاتنسوا انتروحون للمقطع اللي شرحت فيه كل شيء عن تحسين محاكيات الأندرويد على الكمبيوتر مقطع مفيد جداً سيفيدكم كتير كتير يا أخوان لا تنسوا ان تبقون الخطوات زي ما سويناها في هذا الفيديو إن شاء الله رح تحصلون على أقصى أداء لمحاكي جيملوب على باب جي موبايل أو أي لعبة كيف ما كان نوعا لا تحرموني إخوان من اشتراك تكون في قناة دفعين زر الزرس إن شاء الله رح تكون في شروح هذا أكتر عن محاكي جيملوب وباقي المحاكيات كمان تسريع الويندوز حلو المشاكل للكمبيوتر والويندوز لايك لهذا الفيديو عشانين تشيري وصل الأكبر عادة من الناس إن شاء الله شوفكم في مقطع أسطوري سنتوري قادم سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة